النهاردة كابتن يعني أنا قلت خبر أو خبرين الخبر الأول خاص بأن فيه مفاوضات ما بين المسؤولين في النادي الأهلي وأحمد توفيق لعب نادي البيربوس واللي هو مرتبعة بس فيه مفاوضات عادي ده طبيعي يعني على إيه يعني؟ أن يروحنا للأهلي عشان عندهم نقص يعني مثلا في الديبندرات لا هل أنت شايف أن؟ لا بس هو عنده مثلا ممكن أليو ديانج عايز يمشي في مثلا ناحية الباكرايت محمد هاني موجود لكن أحمد رمضان بيكان بيبقى ساعات بيلعبها فهو أحمد توفيق بيلعب ساعات باكرايت ساعات ديفندر فهم على حسب ما هم شايفين هو من ضمن اللعيبة اللي مترشح أحمد توفيق حوالي نشوف كده في الإعداد حوالي 27-28 يعني هنشوف بس في الإعداد يعني أنا شايف أن صفقة مش هتبقى في محلها طبعا مع كل الاحترام الأحمد هو لعيب كويس هو ما بيلعبش ببيرم عند 9-20 سنة طيب يعني تم أنا أجيب ناشئ صغير زي مثلا أحمد نبيل كوكا اللي بيلعب ده وديله ويقعد يتمرمط سنة سنتين ثلاثة اللي هاتنا يبدأ يمسك وبعد كده هستفد من أحمد نبيل كوكا اللي هو اللي عيب الباكليفت اللي بيلعب دلوقتي مع أني أنا كمان سمع أني مش هتيته بس الراجل بيقدي فيها كويس ويمكن الجوني الأولاني مبارح اللي هو التعمل لمحمد شريف هو اللي عامله طيب أنا أجيب ناشئ أحسن ما أجيب واحد وادفع فيه فلوس قد كده ما أنا عندي ما أنا عندي في الحتة دي ما عندي محمد هاني وعندي أحمد بكهم وعندي ممكن يلعب فيها أكرم توفيق قد بالك في قادي حتة طيب ما أنا عندي في نص الملعب برضو وعندي حمد فتحي لما يرجع وعندي السولية وعندي ديانج وعندي أكرم توفيق وممكن يكون حد كمان طالع من ناشئين يعني أنا شايف أن هي صفقة ومش في محلها أنا أجيب الصفقة دي ممكن مسأل لو فرود اللي أنا عندي عجز فيه طبعا عندك يا محمد شريف دلوقتي حتى صراحة محسن بتلعبه ناحية الطرف وبوالية إيدك منه والأرض هو ومروان محسن نتكلم بكل صراحة وبكل وضوح النادي الآلي لازم يجيب واحد يقلق محمد شريف يقلق محمد شريف ليه عنده مران محسن عنده والفرود إحنا قلنا إيدك بقى منهم والأرض دول بقى يعني خلاص بقى دولة لازم يمشوا من نادي الآلي مع كل احترام حتى لو جاي بملايين الملايين اللي اسمه بوالية ده أيه بس ما تكملش بص لا طريقة لعبه ولا أداءه ولا ولا إمكانياته تلعب للنادي الآلي هم جابوه عشان كان الراجل عايز اسمه سرينة ده ولا اسمه ايه؟ سرينو سرينو بتاع كنون أفريقيا واخد بلد فمجاي مش مجايش هم جابوله ده لأ مش هنجيب ده هنجيب لك ده فجابوا ده فالراجل وحتى الجمير مش مقتنع بيه يعني حتى الجمير هو لسه ماخدش فرصته بص اللعيب بيبان من أول لمسه اسمه ده إمكانياته المهارية ضاعة قماشي ما احنا ممكن مثلا زي أحداد أو فيه لعيبة تانية كتير ممكن يجيب جون وهو ما بعرفش يلعب بس بيعرف يجيب جون ده ما عندهش الملكة دي هتقول لقصد كان في الجونة بيجيب جون لا معلش الجونة فريق محترم وكان على طول في التمنتاشر وهو كان يعني بختك يا بخير بيتلاقيه بيحطها وانما في النادي الاهلي وانت بتلعب عليه وهو في الجونة غير لما بتلعب عليه في النادي الاهلي أو يعني اللعيبة اللي هي بتاعت مصر اللعيبة بتاعت مصر في ماتشاطي الاهلي والزمالك بيركزوا مع النجوم عشان هم يتسيطوا انما لما كان في الجونة ما كانش معروف عشان كده كان يعني ماشي معاه بجليل انه هو لقصد مصر انت شايف ان احمد توفيق ما يفتش لل انا بتكلم من وجهة نظري طيب مين اللاعب اللي موجود في البيرامد ممكن يفيد النادي الاهلي في دونجة دونجة اه في مرسم خلاص بقى يعني هل رمضان صفية اهل رمضان اهل طبعا رمضان اهل رمضان وفي اهل بس هو رمضان نافل هو عايز يرجع اهل انت بتكلم عن الفايدة اللي يفيد النادي الاهلي او نادي الزمالك اللاعبة دي في كتير في برمض طيب نعم لهم